اشتركوا في القناة كان تسبق وجمعكم اللقاء بالسيد وزير النقل واللوجيستيك في هذا اللقاء تنقشوا حول المشاكل في عيش هالقطاع وكان وعدكم انكم غير جمعكم به اللقاء اخر اولا بالنائب الكاتب العاملي وزير بانه غير جمعكم حد لقاء نهار 18 يناير وبالضبط يعني وبالضبط في نفس النهار تم الشيما يعني التعقد هذا اللقاء كيفما كان مقرر فعلا فعلا كان بعد الاشتماع دي اليوم السبعة كان معني الوزير كلف السيد الكاتب العام السيد الشرقاوي والسيد النوع المدير العام كذلك انسي نوردين ديم التقم التقني المختص بالوزارة في هذا المجال على يوم 18 باش يسجلوا المطالب دينا والافكار دينا والمشاكل اللي كيعيشها القطع وفعلا يوم 18 استقبلنا عبر الزوم عن بعد نظرا الجائحة سي شرقاوي وسي نوردين ونقصنا معهم بعض النقاط احنا كفيدرالية وطنية لان احنا ستدل الهيئات ستدل الهيئات كل واحدة كتدفع بطريقة على القطاع ولا المنخارتين دينا كل واحدة كتدفع على المنخارتين دينا بتصبر دينا والافكار دينا احنا كفيدرالية وطنية لجمعية أربع بكالأكرة السيارات واحدة الهيئة اخراته هي منظمة نقل طرقي منظمة المغربية نقل طرقي كان عندنا افكار مشتركة وكان واحدة ربعا الهيئات اوما كذلك عندهم افكار مشتركة حسب التصور دينا الهيئات ديالهم ومنخارتين ديالهم وسي عثم كيفش مر هاد الاجتماع الحمد لله مر الاجتماع من احسن ما يكون لان نزبرنا الوزارة قامت ببعض المطالب اللي اسبقنا واذكرناها مع السيد مع الوزير وفعلا نزبرناهم لاروح الاستباقية الاستباقية لبعض المطالب اللي احنا جينا نهدروا عليها في الثمنتاس اللي هو البارح كعلى سبيل المثال كنا طالبين واحد المطلب ديال كونترا بروغرام لأن احنا مقصيين كقطع كراء السيارات منو احنا كقطع كراء السيارات احنا تابعين للسياحة ولو ما تابعين شامع اداريا ولكن عمليا وميدانيا راح نتابعين السياحة على المباشر لأن كي دينا الشركة العديد العديد الشركات لعندها عقود لعندها مع شركات خارجية اياه واوروبية ويكالات ёصفر صعبة اذا toddler ما visited Sophia المجال الجوي و você tit bubbis الإنتقن ما بين الدول مباشرة هذا القطاع كي يوصل-وحد لضغط درجة للحاضر المشاكل اللي насколько هذا هو متضرر كتير هذا متضرر اللي diplomatic الدرر BILL الدرر اللي عندنا احنا رسًا درر خطير واعر بثياء وكبير لانه ليس لانه البي legislators او من الشركتي ولا من انا كانت انقommال هذه المشكلة احنا كمغاربة ملفين على هاد الازمة الحمد لله احنا متجندين ورسيدنا في هاد الامور ولكن لما كيوقع هاد الهدل كيوقع هاد الدرار المشتركين معك ديزورغانيزم اللي كيضغطوا عليك اللي كيعلقوك بهاد المصطلح بهاد المصطلح ديال الدارجي المغربي كيعلقو المقاول الصاغر ولا المتوسط على سبيل المثال فهذا الجائحة من نقوله من الفين وعشرين كان واحد ديروبور يعني لتأجيل داك الاقصاط بشي تأدى من بعد 12 شهر انا عندي شكاية ديال الناس شكاية عديدة احنا مجبرنا ما نديره واحنا هيئات مجرد متطوعين كان ندافع على هاد القيطاع من كل ما تحلنا المجهود ديال فوق مجهودنا سيارة صغيرة مزيود فيها اربعين الف درهم اربعين الف درهم مزيودة في 12 شهر داك لا ترد ديال قفات المياه مياه في المياه تصور اخر عنده عشرات طموبيلات ولا 15 طموبيل 60 مليون في 12 شهر مزيود عليه بلا الكريدي اللي هو اخذ حسب طابلو دا مورتيس موليزان تيري ديالا راه المنكر هادا راه المنكر كبير هادا راه المنكر كبير هادا نعم احنا بالنسبة للدعم والتعويضات احنا راه ماشي غرب على هاد البلاد احنا كاملين واحدة فيها كاملين بهنا البلاد في حال احنا كعفاد الوطن كعائلة مستمعية يعني احنا الدولة دينا كنعرفوا شنو فيها وشنو تابعها وشنو اللي عليها احنا ماشي بوحد الساعة اللي احنا ندين احنا كانت لبوي تسهيلات كانت لبوي الدعاون اللي انسط لهاد الوكلات وهاد المقاولة الصغرى الوسطى على احنا باش تخرج من هاد الدرر اللي هي فيه لها غير ما كانت لبويش ما تلبوي حتى هاد القطعة كده كانت لطالب لا داعم لا التشهيل طلب سهيلات وافكار والانسان باش يمكن ليه يتجاوز هاد الجائحة ينطلبوا الله في القارب العاجي وبالنسبة ما كتلطالبوا بإعفاء ضريبي بطبيعك حال احنا بني انا عندما ندخل معك في المطالب بدأ بادية الاجتماع اللي بقام لها احنا بدا الاجتماع بالنسبة كفيدرالية احنا طاربت مباشرة سألت الكاتب العام والمدير لعنى المدير العام دي الوزارة النقل قبل ما نتحط له هاد المطالب لي هم هادو مطالب دينا اللي كانوا تحطوا واحد مليار المطالب تحطوا باسم الفيدرالية والمنظمة في الوزارة البارح سألتوا على المباشر سيد الكاتب العام سيد المدير واش هاد القيطاع باقي عنده الحق ولي عنده فرصة واش يمكن اللي يدخل الكنترا بروغرام لانا كين بعد الشائعات وادي والاخوة القيطاع الموبية لانا احنا متأخري لانا عام ونص ولا هدي وما قصونا من هاد الكنترا بروغرام اللي كتبت الضرر ديال هاد القيطاع بانا هاد القيطاع فعلا مضرور وقصونا من السنة الساس مالفين درام قصونا من ذاك اليروب بور اللي هي دارو الناس في كونترا بروغرام تقصونا من جامي مساعدات اللي كانت تدار ذاك للجنان الاقتصادية وكذا تاب هدي عام ونصوية بادي الجائحة والعامين احنا متأخري انتها سألنا الكاتب العام الجاوب اللي كان ديال السيد الكاتب العامون والسيد المدير بكل شافافية قال لك ما نقدرش نقول لكم صاريح العبارة بأنك عندكم فرصة ولا ما عندكم فرصة ولكن كوزارة قامت بالعمل دياله ورسلت للسينسيس على أساس دير للسينسيس والدراسة دياله وتجاوب الوزارة لهذا الأساس ديال الإجابة ديال الوزارة اللي قاولنا السيد المدير بأن يا البارح يا اليوم ويوصلوا من الإجابة للسينسيس على قبال هذي الإجابة غير أسلو الوزارة المالية باش يناقشوا معاهم هذا الموضوع ديال كونترا بروغرام واش ممكن واش كادا واش 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 يعني ممكن هذي القطاع يدخل ولا ما يدخلش ولا ما كانش يدخل شنو ما الأسباب ولا كان يدخل شنو هذي الأسباب هذي هي النقطة المهمة لجميع الإخوان وجميع الهيئات متفقين عليها باش ديال نقطة بروغرام وكانت واحد المسألة اللي كان سبق اللي معالي الوزير ناقشناه معالبيانا الدفتر التحمولات ما بقاش كي ما يعني أنا من سبعة وتسعين إلى يومينا هذا مايه فوق 24 سنة ما بقاش كي دهري المشاكل ديال القطاع على سبيل الميتها مشوا بسيطة الخمسين مليون خمسين مليون ما كتشريش خمسة طموبيلات خمسة مليون دارت في سبعة وتسعين يعني الطموبيل كتدير أونو باليو كتدير سبعة مليون يعني خمسة وتلاتين مليون زيد لاصيرون زيد المصارف المكتب الفيدرالية الوطنية قدرت واحد دراسة ديالا ومعما قام مع المنظمة والمنخارطة ديالا والجمعيات المنظوية تحت الفيدرالية على أساس كتطالب الوزارة باش طلع الثمانين مليون يعني أقل طموبيل كي ده بحالي في هذا وقت ديالا هي الداصية داصية لوغان كتدير 13 مليون وسبعمائية لمشي نغير 13 مليون وسبعمائية في خمسة راشي 65 مليون وشي حاجة ولا 75 مليون خمسة سمعية مليون زيد لاصيرون زيد هذا زيد البيل وزيد المطرية البيل وزيد لكون طبيعتي يعني تمانين الف درهم وفي نفس الوقت الفيدرالية طالبات ولحات على واحد المطلب من الوزارة مطلب مباشر كان واحد القرار وزاري كان تحطوا هاد القرار هو در القطع بززاف القرار الوزاري رقم مية وواحد وربعين على تلتاش حول الشروط منح الموافقة المبدائية ديال الشركة كراءة السيارات بدلي دوبل في ديال السيارة يعني صرحة لان بعض المواطنين وبعض الناس ما غديش يفهموا شنا هي المسألة ديال المنح الموافقة المبدائية بشروط ديال دوبل في بانه اي انسان كمشي ياخد دوبل في او اللي يشريها او اللي براسوش يعمل ما غديش يتاهموا حد احنا ويجيك يلجأ الديليغاسيون ويدفع الوريقات وياخد دك الوزاري المبدائية اللي هي 12 شهر وهناك توقع العشوائية والبيع الشراء وكذا وهنا داب المسألة وفي هاد المشاكل بحالة دي ما كان حميه ولا المقاوي ما كان حميه ولا الزابون دابة سواسية دابة بعض المرات اذا شفتو في في صوصي الميديا والادي اصحان مراك الزابون كيش تاكبت شركة كراء السيارات ولكن احنا ما عارفين هو مش هدوك وش هما كراء السيارات وش هما نصبين عن الناس وش فعلا الداخلين وش فعلا المداخلين ش هذا هو المشاكل لأذا احنا كنطلبوه بتقنين ديال هاد القطاع ويكون فيه عمل بالشفافية لا بالنسبة لصاحب المقاولة ولا بالنسبة للزابون كان رفضوا هاد الرفض لدي هاد القرار باش تلبه لنا الوزارة يبقى على موقعتا على ما يخرج دفتر التحملات حسب المشاورات ما بالوزارة والهيئات ووقفنا هذا القرار هذا ويبدو يدليه مشاهدات خمسين مليون معمول بيا حسب دفتر التحملات 97 على الاقل على ما ينزل الدفتر الجديد ان شاء الله اللي غادي يقدر يحمي المواطن ويحمي الشركة المقاولة النقطة الاخرى تكلمنا بالنسبة الوزارات المرتبطة بهذا القطاع مع وزارة النقل وزارة الوصية كينا كينا وزارة المالية اللي هي بالنسبة الكونترا بروغرام بالنسبة الليزورغانيزم دو كريدي هادك المبالغ اللي زيدين دا كله الطو ديال الكريدي اللي خيالية خيالية اللي تزادت على الناس فهذا الجائحة بالنسبة الاخرى او تاني كذلك للدرائي بالنسبة المشاكل ديال تأمين تزاد المية في المية تصور حنا طموبيل توريست كانت بربعة الاف وثمانمية خمسة الاف ومية ترجع الدم عشر الاف الدرهم يعني هاد الناس هادا الزابون كيشتاكي كيقول لك انا كندرب طموبيل مول كيامول مول ويكانت الاصفر كيطلب امول ويكانت لكي رأسياد كيطلب لي خمسات المليون مليون لحظة مليون را قطرش يدير توريست بركام دير لاصورانس عادي قررسي القانون ديال التأمين لانا ميمكن ليش هو غديد يدير التوريست بعمل 11 او 15 طموبيل ذا رايدي ادي خمسة عشر مليون هو ما مخلصت الزابة حتى اللي تريد دياله بقالوا عايز لاصورانس وبدك تغرب اكتره بزاف مشاكل كثيرة وكي خليوا وكي رأى السيارات كي يطح في المشكلة وكي تحتمع الزابون لان التوريسك احنا ما كيفرض علينا التاشي وحلاف دفتر تحمد انا انا حر بغيت ندير التوريسك ندير حال حماية السيارة ديالي انا لان بعض المرات كيوقعوا مشاكل وكادا والزابون فالحالة هادي يكاد تكون انت دير توريسك تقدر ترفع علي شوية العب من ذاك الحاديثة اللي وقعته كادا يعني مشتركين وحلاف رانشيز اللي هي كي اديها الزابون والباقي كيبقى على التأمين وفي حالة الظروف اللي كيعيش القطاع انا كل شي الناس رأى 80% اللي ديالي لاسوران سعادي ولاسوران سعادي ميكي دار خورك سيدا كيقرب طمو بيرا طمو بيرا طمو بيرا تكلب 7 مليون الله شكو هو غادي ما عنده كوستان ما عنده التحاجة هو الفوت في السون بورس وراء طبعا انا متبوع ماشي خلص سيارة لها هو اللي دار الحادي ترى هو اللي تكلب هو اللي هدي طول في حالة ما السيارة كاملة مكملة ما فيتها مشكل وخايف فيها مشكل هو كيمطي بان السيارة كياخدها بقية لانك يقلبها قاعدة ياخدها علينا هذا موضوع طويل وهدي في تأمين وكان طالب واحد للطلب تحفوزي ولا بالنسبة لهذا الموقع وتكرار السيارة كانت احنا عدنا قبل عدنا واحد ليكزونراسيون كانشيروا السيارات ما فيها من طرائب مئة ثاند عشرة المليون كان اخدوها بتمنية المليون كانت حي دات هدي واحد لخمس سنين ولا ست سنين لابا احنا في اعتمين نهضروا مع مع الدولة عفينا من هذه عفينا الدولة كان في الدراء ابراهية كل شيء الدراء ابراه بها كالدولة كتخلصوا الموظفين بها بزافة لها ديها لان احنا دابا كمقاولة ما طلبنا تحاجة ما قلنا اعفاءة ما قلنا تأقلنا يرضونا هذه كزونراسيون وحل مدة خمس سنوات الاربع سنوات باش هذا القيطاع ينتعش ليباع اللي يباع طموبيلاته باش يحل المشاكل لان العديد لان العديد العديد باعه الحديد لان ما قادره لا يخلصوا وقيل اللي يباع باش يفق الناس ويفق راسوا باش ممشي الحبس عاطي شيكات عاطي هادي هادي بالنسبة الوزارة المالية وعدنا مشاكل اخرى اللي هي مع مرتبطة بوزارة العادل هادي مشاكل هادي دو وزارة العادل مشاكل كثيرة هادي بعدك بالنسبة للحجوزات ديال السيارات اللي هي منطرف ليزو ارغانيزم هاد القيطاع كيوقع على الواحد القيطاع على الواحد الحيف خاطير الناس كتتحزل على السيارة بدون العلم ديالهم بدون استدعاء بدون تبلغ حكم وهذا غير قانوني واحد تحكم عليه ما تبلغ بالدعوة بأنها راح عنده دعوة ضد واحد ديال ارغانيزم ولا كذا وما كيتبلغ بالحكم تقيد بلو الطموبيل يالو الكليان كليان ما عنده تشيد المكاري في الضار بيضة هو وكانك كاري في الضار بيضة هو فقادرك يوقف وحيده لي الطموبيل هادا راح معتك كيجبل واحد الحكم ميتة اللي احنا 2021 ولا نقول له 22 كيجبل لك هو الحكم من 2019 هو من المورة 2019 هاداك الورغانيزم و هاداك النيمرو ديال هاداك الميلف ديال هاداك السيارة اللي هي كيقول محزوزة وعندها حكم ديال واحطروها ما ونخلصاش را تخلصت من مورها وتخلصت من مورها وعندوه وكين ما يفيد اذا هنالتحايل على القانون باش كي ياخدوا واحد الاحكام كيبقى يهددوا بها اصحاب قطع كيرا السيارات في الساعة اللي كيبلموا دا بالمشكيل هادا هنقوله مشكي اول مرة غانين نطقوا به حتى لزورغانيزم وللناس اللي تبعي الله ما بقاش بغير هما المولي اللوكاسيون خلصوا هلاش كي يفضل يدي له الطموبيل بقاف عمر عشر شهور كيبيعه بوحدة الثامان اللي هو مزيان بالنسبة الناس بالتسلسل كيلي كيعطي الكريدي كيلي كيقلب على الطموبيل المفاصل كيلي كي تكلف بالطموبيلات ماشي بيعهم يعني متلك الشي غادي بتسلسل هادوك الناس رجع في الصالح ديالهم يديو لصاحب كي رأى السيارة الطموبيل الطموبيل كي تسوى خمسطة كي دولا عن ماذا كي دولا السيارة وهذا كمون لوكاسيون ديما كي بقا بتبع كي سافدو نعم لهذا هم هاد الاحكام كي خليهم مخفيين تصور احنا وقفنا مع واحد السيز باش نجبدو لغا احكام وانا نشوف انا جبدو له احكام وانا رابا ندخلنا مع هذا بالمحكمة باسم واحد الورغانيزم بس يعني نقوله على الهوى اجبرنا الاحكام تسمية في السيستيم دي باس ذاك الاحكام نقصة حروف باس تقلب عليها تشبع ما خلينا في قلبنا باس نجبدو ذاك الاحكام على ذاك السيارة ديال هذه الشركة ما كينيش جاب الله كيني الناس في المحاكم وكيني المحامين تبارك الله في المستوى اللي بقي نحتاج بالنعلوم ذاك الاحكام اجبرنا البرك على قدوم محجوز ثلاث شهور بولا فب 2019 هو بقي كي خلصوا السيد محكم يعني في 2019 الحمد لله دا بروة في دعوة معهم ان شاء الله يكون خير وكين عوما سأله اخر عوثاني بين الي يام الطرطب ويزارة العدل هما مخالفات كيتتحكموا في غيابين في الاسم ديال الشركات وديموسيين الشركات بدول العلم ديالنا واش احنا عباد الله جبنا شي رادار لسقنا في الارض واش احنا درنا شي متوانة تسير اش من يعني ما احنا ديالنا عندنا ميدون سائق ميدون سائق الكارد شريز من اللي كانتضرب واحد المخالفة وكي studios في الارض وكتبشي باش يطبق عليه المخالفة ركي يطلع لك بانها بإسم الشركة القراءةologique سيارات في الكارد سائق سائق يعني ماشي صاحبها ماشي مولاها ماشي المسير يعني خاصنا ملزومين هادو كصحاب اصحاب المخالفات بان احنا نتبلغوا كيف مبقوا نوع تأخر خاصنا نتبلغوا باش ندليوا بان احنا راماشي مولين هالي سائقين هات السيارة فهو بيك يجيونا احكام اسم الشركة بهادي كيتحزوا سيارات كيتحزوا بسرعة كيبقى المسير معرض للسجن هو ما صاق ما فرصه ميتعه وتك يجيو احكام وفي هذه الحالة هذه كنا نقصنا النقطة مع الوزارة كان نغمان مهتيا للمسألة ده النقطة دي المخالفات وكذا كنا في ديناها كانت واحد الوقفة في 2019 امام وزارة الناقل بجميع الجهات الوطنية المغربية اللي كنت انا هو مترأس داك الوقفة وانا اول كنت نقوم بمقام جميع الجهات المغربية الوطنية اللي مضيط محضر ما بينه بين الوزارة باسم الجهات وخاكوا لنا هو هيئات كانوا هيئات تجردوا كلهم تجردوا من القب بعد الهيئات لماذا؟ لانا الله هم هذا المنكر لان احنا احنا اينا من سكتو اينا منقولو اينا من شرحو دي مساحب كيرا السيارة كيتاهمنا بوحل التهم باحنا متقاعسين بانا كادا بانا احنا مبغيين دايز احنا مغانا نديرو النهار اللي خرجنا لذك الوقفة وحضروا فعلا حضرنا مع المدير النقل اللي هو سينوردين اللي مديرنا قدرنا واحد المحضر معها على اسس شروق مطالب دينا وكادا اللي اللي كنا غادي من ضمنه هاد المخالفات وهاد الاحكام وكادا وانا اللي كنت نضيت مع الوزارة باسم جامع الجيهات الوطنية بالحضور ديال اصحاب كيرا السيارات وبالحضور كل جيهة من المغرب اللي هي اتناشر جيهات دخل ممثلين ديالها معايا في ذاك الجامع مع سينوردين دي في ذاك الوقت وفعلا وملتمهم اخدامين على واحد لوجيسيار اللي هو ان شاء الله في القارئ بالعجل فالاسبوع اللي وعدونا به اللي كانو ديجا اخدامي فيه بانا غايمتلكوا اي وكلة كيرا السيارات لغايم يبدأ يدخول يطلع على السيارات دياله يطلع على المخالفات دياله ويراسلهم ويبلغهم من الشكل اللي كان يسوق تلك السيارة وفي اي ساعة وكادا وهذه هي رباديرة حسنة لعلى صاحب وكادة كيرا السيارات او لعلى المندوبية اللي هي ادارة غير المخالفات احنا بالنسبة للمخالفات تخصى غايمتلك خدامة غير قبلوا غير هذه المخالفات والادارة اللي هي العمومية اللي مخالفة الى كانت خدامة بربعة اخصى عشرين وإلا كانت خدامة بعشرين اخصى ربعين وهذا الشي راح توحد اللهم هادل السيستيم غايت سيحل علينا كاملين سيحيثام بالنسبة للقاء الاول اللي يجمعكم السيد الوزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجيل كان وعدكم فيه انه غادي بحالة يتوسط لكم مع باقي الوزارات ووسط المطالب ديالكم للحكومة واش وفا به هاد الوعد اللي من ناحية هاد الوعده دا وفا به وكما اسبق لي وقت لكم وراه دا راح بده وعمل استباقي بالنسبة للوزارة كما اسبق لي وقت لكم سرسلوا لسيني سيس وهادين بعد الاجابة غادي راسلوا وزارة المالية وغاية راسلوا وزارة العاد باش يديرون واحد الموعيد فينا انقدرون نزيدون نقش مع هاد المواضع هاد وعلموا باشير مع الناس الوزارة المالية اللي هما ادراعوا تاني بهاد المشاكل معهم هاد من النوقات اللي هم بدوا بها ممكن ما قلت لكم استباقية الحمد لله والامور هاد مزيانة الوزارة قيمة بالواجب دياله حتى الان وكان عندنا ذاك الدفتر التحمولات اللي احنا وقع فيه واحد شوية ديال كنت اللي وقع فيها شوية للخلاف ما بيننا وبين الهيئات الاخرى لان الهيئات الاخرى كنا بعض الهيئات اللي كانت طالب الدفتر التحمولات ينقاصم على اثنين بان دفتر التحمولات يكون خاص بشركات الصغرى ما يكونش عندها حق باش تقوم بكيراء السيارات ما تقوم بكيراء سيارات لونغ ديري كما نقول المدة طاويلة تكون تخصها على واحد الشركات اللي يكون فيها اللي يكون فيها الصيفات اللي هي اللي تكون تكلف بدل كيراء السيارات بالنسبة للشركات على المدة طاويلة والشركة الاخرى ما رفضناها رفضا تاما باسم الفيدرالية الوطنية لجمعية أربع وكالة كراء السيارات كرؤوا المنطمة تأييد النقل كرفضوا الرفض التام بان الدفتر التحمولات يتقاصم الى اثنين ويتحرمون الشركات الاخرى من هذا الكراء بالنسبة للشركات لانها هي اولى من اولويات شركة وكالة كراء السيارات الصغيرة والمتوسطة الطموح دياله من تكون صغيرة ترجع متوسطة من طموح السيارات تكون الكبيرة وهذا هو الطموح دي اي مقاويل وهذا هو الطموح تاكن احتار الدولة ولا حكومة بين الانسانين تعش والنقطة الاخرى بقى مشكل بيننا عاو تاني على السيارات احنا كجمعية كفيدرالية طالبنا بخمسات السيارات وثمانين مليون تمانين مليون تمانين مليون على اساس لفاكتور بروفورما ديال السيارات والمصارف في المستطاع والاخوة الاخرين كانوا طلبوا عشرة طموبيلات ومية مليون والباقي لتحق بستو ثلاثين شهر جميع قطاع كراسيات لتحق ب هذا القم ديال السيارات ديال العشرة ديال السيارات في ضرف ستو ثلاثين يوم هذا هو الشيء اللي احنا رفضناه وهو اللي خلى واحد لانقسام بيننا وبين الهيئات بأنه كان مطلب وتراجعوا مؤخرا الحمد لله كان وقع واحد الدغط من طرف المهنيين على الصعيد الوطني وتراجعوا لذلك العشرة طموبيلات وهذه على ما اظن رهما رجعوا الخمسة طموبيلات ومية مليون على ما اظن حسب الجروب وحسب الاتصالات ما بين الهيئات وما بين صاحب قطاع كراسيات ونطلبوا ان شاء الله خير هذا واجب لأنه هما كنشوفوا بواحد المنظور احنا كنشوفوا بواحد المنظور مهم الكل نية وحسنة بغي يصلاح هذا القطاع شكرا جزا في الساعة عيسام على الوقت اللي عطيتنا ونتمنى وان هذا المشاكل الكاملة تشوف تنظر فيهم الوزارة المعنية وتساعدكم وتخفف من الاضرار اللي استعرضتوا لها نطلبوا الله خير على الله نطلبوا الله خير شكرا وكان هذا هو اللقاءنا مع سي عيسام الزياني نتلقى لكم في اللقاء جديد ان شاء الله ومع موضوع جديد موسيقى